بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم دلوقت عن القمرات المتقطعة اتكلمنا قبل كده ان احنا لما بيكون عندنا مثلا مكان تقاطع قلبة السلم مع بصة السلم فالعزوم بتتداخل في بعضهم فقلنا اماكن تداخل العزوم دي لازم ان حضرتك تعمل مص لان لو حضرتك ما عملتش مص هتلاقي ان الشد في الحديد في كل الانتجاهين هيسقط لك القفر او الغطاء الخرصاني بتاع السلم بتاعك او بتاع القمر بتاعتك يعني لو حضرتك عندك قمرتين متقطعين بالشكل ده اهو قمرتين دول جيت ترسم المومنت ايدي المومنت اهو والمومنت اهو جيت داخل مع بعضه في النقطة دي النقطة دي لازم لحضرتك اما تعملها مقصات بالشكل ده او تعملها قرفطات او بيسمها فيمكات بالشكل ده الفيمكات او قرفطات حل كويس جدا لو تنفس بشكل صحيح لو اتنفس بشكل صحيح اه انا بفضله اكتر في القمرات اللي هي بيبقى عليها فروق مناسيب بخلاف كده القمرات اللي هي مقصرة بالشكل ده كده او مختلفة الاتجاه اه فيفضل انك تعمل المقصات لان القرفطات في الحالة دي بيتم تنفسها بشكل خاطئ تمام اه الواصلات دي يكون طولها الواصلات بتاعت المقصات يكون طولها لا يقل عن ال دي ستين الفاي اه ليه بقى لان حضرتك اه لازم تعمل اه اللي دي في الاتجاه ده و اه اللي دي في الاتجاه ده علشان البند بين الحديد والخرصانة في الاخر ما يفصل لكش النقطة اللي تسالق عنصرية يفصل ده عنصر و يفصل ده عنصر فدي تتعامل كاكانت ليفر و ده يتعامل كاكانت ليفر وممكن ده اصلا يبقى لزبان بتاعه كتير فيحصل كراكس او يحصل انهيار لأحد العنصرين فلازم في الاخر الاتنين كلهم وبجزء كله يتعامل كوحدة واحدة فلازم اه اللي دي من الطرف ده و اه اللي دي من الطرف ده شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته